فهي سؤال جاهل على الفيسبوك رجل متزوج بقاله خمس سنين وبعدين ممارسة التجربة مع زوجته بيقول ان هي لا تصل الى النشوة الجنسية او الارجازم الا بعد فترة بيضطر هو ان هو يستخدم احد اصدقائه قال له انك انت عليك انك انت تستخدم طرق مختلفة لتأخير القصف عشان لو انت عندك هذا المرض تأخير القصف السؤال بيقوله انه بيقول ان انا بدأت وانه بدأ يعاني من بعض المشاكل الصحية السؤال تأخير القصف عند الرجل يؤدي الى مشكلة مرضية مزمنة ام لا هو حسب ايه لاستخدمه بتأخير القصف فيه مثلا لو هو بيبقى على شافة القصف وبعدين يوقف نفسه باي طريقة ان كانت يعني يخلينا نقولها بشكل اوضح في الدورة الجنسية فيه مفروض ان هو بيحصل ارتفاع في نسبة الاثارة وبعدين استمرارية للاثارة على المستوى المرتفع وبعدين بيحصل قرار من الزوج انه ينهي العلاقة بالالاج والاحتكاك مع الالاج فيه نقطة معينة اسمها point of no return يعني نقطة اللاعودة نقطة اللاعودة انه هو حتما هيحصل معها قذف يعني وهو خلاص بيفقد الكنترول عليها فيه خطأ في بعض الرجال بيوقفوا انفسهم ميكانيكيا هي بيضغطوا اعضاؤهم ميكانيكيا بعد او معه متزامن مع نقطة اللاعودة ده شيء خطير جدا 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 لانه هو خلاص الدورة الجنسية بتنتهي واحنا اللي بنوقفها فهذا كده بنعكس الممر او المسار الفيسيولوجي للتوفق العضل العصبي والاشارات العضلية العصبية وهكذا فده خطير جدا فلو هو ده كان هذا يؤدي الى مرض ده يؤدي الى امراض احتقانات ويؤدي الى التهبات في البروستاتا واحتقان في الخصية وربما يكون ارتشاح لا يعني حاجات كتيرة جدا ومن اكتر الحاجات اللي بتؤدي التصارب الوريدي عند الرجل وبالتالي بيبقى عنده عدم القدرة على الاحتفاظ بالانتصاب فيما بعد